برنامج ساخر برنامج ساخر يتناول هموم المجتمع السوداني بطبع شبابي وطريف ابتكره شاب سوداني ترك مجال عمله رغم شهادته الجماعية بقطاع الزراعة ليتفرغ بالعمل مع يوتيوب كأحد منتجي مقاطع الفيديو الطريفة أي أنه يعمل كيوتيوبر بدوام كامل البرنامج يدخل هذا الأسبوع عامه الثاني وقد حصد 22 ألف متابع حتى الآن على يوتيوب مقاطع من برنامج داقي جرس في هذه اللقطات أصدتمكم بمعلومات خطيرة شديدة لأول مرة السودان ستصبح فيهما ترى نحن متأكدين من الحكاية دي وعلى استعداد وأهبة 100% بعدين عشان ما في زول يشكك في المعلومات دي أهند مقارنة بين الخريفة الفات وخريفة السنة دي شايفين؟ في فروقات كبيرة شديدة وأنا ما عارف الناس بتنقنق على شنو يعني ما هندثقني بتجيها سيول أمريكا بتجيها سيول اليابان البلد المتقدم بتجيها سيول يعني ما مشكلة يعني نحنا ضمن الدول المتقدمة فلازم الخرطمتك يا سيولي يعني منطق آه صفوف العيش والغاز دي خطة خطة لتقوية الروابط الاجتماعية عشان تتونس مع الجنبك في الصف تعرف ناس الحلة ويزيد التماسك الاجتماعي أكتر حاجة بتغزني في الفيسبوك هي فلان دعاك للعبة الفلانية يا جماحة الخر ده موقع تواصل ما موقع لعب عاويس تلعبه مش اشتري لك بلايستيشن يا أخي بالمناسبة دي اسمه فيسبوك كلمة واحدة ما فيس ولا الفيس يعني ما اسمه الفيس ابن بوك الانترنتي والعجب كمان الناس تغلط وتديهم رقمك من هنا تتلعوك بالبرودكاستات من هنا شي صباح الخير شي مساء الخير شي جمعة مباركة شي خميس دي السيز شنو يا من أكتر الحاجات اللي بيتضائقني لما نقلق لي شخص جديد إنه يكون أول سؤال يسألني اليوم معاذ يت من وين أنا من السودان لا يعني قبيلتك شنو من قبيلت الشاولين الصينية انت عاويس باي شنو عاويس تمرق لي جوازا لرقم وطني سأرحب من الرياض بمعد ومقدم برنامج داقي جرس على يوتيوب معاذ عثمان أهلا بك طبعا أنا أجريت استفتاء على معنى عبارة داقي جرس بين الزملاء على الله أكون بلفظها صح لكن يعني رأفة بالمغردين غير السودانيين لو تشرح لنا معنى العبارة ولماذا اخترته كعنوان أهلا بك جاسي داقي جرس بالفصحة أو بالدارجية السودانية معناها المعترضة على الحاجة المعينة أو بيبدأ اعتراضه على الحاجة المعينة تقريبا من أول فيديو أنا عملته على يوتيوب كانت أكثر التعليقات انت داقي جرس لي ما لك داقي جرس فالتسمية جات من هنا تمام يعني مشاغب سوداني طريف تقريبا معاذ لو تحدثنا بعض الشيء الحلقات التي تنتجها أنت تعدها لوحدك كم يستغرق الوقت وكيف تعلمت أن تقوم بكل هذه الأمور التقنية الحلقة الواحدة ممكن تاخد من ثلاثة يوم لأربع يوم الحلقات أسبوعية طبعا فالإعداد شوية أكثر حاجة بيأخذ وقت إعداد الحلقات دي كتابة النظات نفسه تعلمت بالممارسة سنتين تقريبا ممكن تعلمك أي حاجة التصوير برضو نفس الحكاية بالممارسة المنتاج نفس الحكاية بالممارسة طيب ما قمت به معاذ يعني هو أمر مجازف أنت تركت شهادتك الجماعية يعني ما الذي يدفع بشاب سوداني تعلم في قطاع الزراعة بأن يترك هذا المجال العلمي ويدخل مجال خطر ربما لا يدر أموالا كثيرة كما تقول أنت والله نعم اليوتيوب ممكن ما يدر أموال كثيرة لكن أنا أعتقد أنه دائما نحن في الدنيا ديما عشان نسعى وراء المال أو وظيفة معينة أو دائما نحن بس نكون هابي يعني نكون سعيدين في الحياة فأنا بما أنه سعيد في اليوتيوب وأسعد من وظيفتي الثانية فمستمر في اليوتيوب أي نعم مجازفة لكن نشوف بكرة بيحصل شنوه إن شاء الله سعيد في اليوتيوب واضح لكنك تنتقد مواقع التواصل بشدة تنتقد فيسبوك تنتقد الواتساب تنتقد تويتر لكنك أنت أيضا من أكثر مستخدبي مواقع التواصل لماذا هذه الحملة؟ أنا بنتقد الاستخدام السلبي بتاع الواتساب والاستخدام السلبي بتاع الفيسبوك أكثر من انتقاد مواقع التواصل ذات نفسها فيب نها طيب لو تحدثنا معاذ عن مشاكل الشباب السوداني تتحدث عن مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية ربما العنصرية أيضا البطالة في السودان تنال يعني هموم الشباب السوداني لكنك مقيم خارج السودان في الكثير من الأحيان فالبعض يرى بأنك لست في المجتمع السوداني فكيف يحق لك أن تنتقد وأن تكون لك رؤية واضحة؟ ما ردك؟ طبعا أنت ولدت أو عايش 22 سنة في السودان الدفع عني أني هاجر من السودان هي عدم توفر الوظائف في السودان رغم أننا مفروض أن نكون بلد زراعي وأنا خريج زراعة لكن ما في وظائف لخريجين الزراعة فدل دفعني ودفع كمية من الشباب للهجرة للدول العربية وكمان للهجرة الغير قانونية للدول الغربية فلولا المشاكل دي أنا ما كان هاجرت من السودان كلامي عن الواقع السوداني من الناس يعني أنا ما بتكلم عن مشكلة معينة إلا إذا كان في شخص اقترح علي المشكلة دي زي مشاكل الغاز الأيام دي بتمر على السودان وعدم توفر الوقود فالحاجة دي كلها بتجي من المتابعين يعني فهم قاعدين في البلد أدرى مني بالحاصل أنا بحاول أني أعكس مشاكلهم دي على اليوتيوب بما أنه ألخط تاني في المكان واضح يعني أنت تأخذ هموم الشباب السوداني من مواقع التواصل وربما ترفع صوتها عبر يوتيوب يعني أود أن أعرف منك برأيك بعد عامين من البرنامج حتى الآن ماذا حققت؟ بعد عامين من البرنامج ماذا حققت؟ احتمال خبرة كبيرة في المنتاج وخبرة كبيرة جدا في التصوير أنا حلمي الكبير أني أبقى فيلم ميكر فالحاجات دي ممكن تساعدني كثير لي قدام ممكن أتوسع فيها في الدراسة برضو غير كده محبة الناس يعني أنا قدر ما أنزل إجازة السودان أو حتى قابلت الجالية السودانية بماليزيا فحب الناس والناس اللي بتجي بتشكرك إنك قاعد فعلا بتعبر عن مشاكل الشباب إنك فعلا قاعد بتطلع صوتنا المطالع بقنوات الإعلامية السودانية الرسمية فحاجة كافية جدا بالنسبة لي في السنة عندي الحمد لله طيب نسمع كثيرا معاذ عن مشاكل أو ربما هموم الشباب السوداني لكنها محصورة على مواقع التواصل يعني قليلا ما نعرف التفاصيل إلا عندما ندخل على مواقع التواصل هل برأيك الأمر الآن مع وجود قنوات مثل قنواتك وبرامج داقي جرس الوضع أسهل بالنسبة لهم للتعبير عن همومهم؟ بالطبع اليوتيوب وفر مساحة لكمية من الشباب السوداني إنه يعبروا عن رأيهم في كمية من القنوات السودانية ممكن تتكلم عن مشاكل سياسية كثيرة مشاكل اجتماعية كثيرة غير قناة داقي جرس فاليوتيوب كمساحة وفرت الحرية للشباب دي إنها تعبر عن رأيها الناس ما قادرة تنزل الشارع الناس ما قادرة تتكلم في القنوات الرسمية التابعة للحكومة فاليوتيوب بما إنه حر فالشباب لاقي حريته طبعا يعطي مساحة أكبر سأشكر كنت معنا مباشرة من الرياض معد ومقدم برنامج داقي جرس السوداني على يوتيوب معاذ عثمان شكرا جزيلا لك وبهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة من تغليدة الصباح للمزيد من التفاصيل عنوين صفحاتنا عبر فيسبوك وعبر تويتر عودة الآن إلى بقية أخبار الصباح شكرا للمزيد من التفاصيل عنوين صفحاتنا